السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم جيتكم فيديو جديد وكيفية جديدة كما العادة وهي طاجين جبن هذه الكيفية لذيذة جدا أو بنينة جدا بمكونات بسيطة أولا جبت صدر من الدجاج قطعته إلى مكعبات وحطيته على المقلة ضفت كمية لبأس بها من البصل والمعدنوس وضفت التوابل التالية كركم زنجبيل فلفل لكحل وملح وتابل خاص بالمرق الأبيض هذا التابل يعطي نكهة وبنة رائعة للطاجين أو لطاجين أجبن كما أضفت ملعقة إلا ربع من الملح كما نعرف الأكل الأبيض ما يحبش الملح كثيرا بعدما ضفت الملح رايح نضيف كمية من الزيت والزبدة لأن الزبدة تعطي بنا للطاجين وصحاب الرجيم ممكن يكتفوا بالزيت فقط بعدما ضفت المكونات حطيت الدجاج على النار وقليته جيدا لمدة عشر دقائق ومرقته بزشكي سان ما الآن جبت الخبز بايت وضفت له كاس من الحليب وخليته حتى ترنخ بعدما ترنخ الخبز بالحليب ضفت كمية الدجاج اللي طيبته على النار أو حضرته على النار وذكرت لكم مكونات تحضير الدجاج ورايح أنضيف المكونات الأخرى أولا عندي كمية من البطاطا المقلية والمقطعة إلى مكعبات قلت بطاطا مقلية مقطعة إلى مكعبات رايح نضيف أيضا كمية أخرى من البصل الأخضر يعطي بنا رائعة لهذا الطاجين كمية من المعدنوس ستقوني الطاجين هذا بنين وهائل جدا 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 الآن بعدما ضفت المعدنوس رايحة نضيف علبة من الياغورت الطبيعي أي المسوس ما في حتى نكهة أو بدون نكهة أيضا نضيف كمية من الجبن عندي شدار وشيف ولفاشكيري وانتوما كما تحبوا حسب الموجود عندكم في البيت أو حسب الاستطاعة كل واحد مقدرته في إضافة الجبن بعدما أضفت الجبن رايحة نضيف البيض أنا جبت ثماني بيضات لأن الكمية اللي عندي كبيرة وكذلك نقدر نضيف البيض على حسب عدد أفراد العائلة أنا رايحة نضيف ثماني بيضات لأن الكمية نتعطاجين كبيرة أو كثيرة بعدما نضيف البيض رايحة نخلط جيدا المكونات لدمجها في بعضها قلت بعدما خلطت المكونات عندي كيس من الخميرة الحلوة أنا نحب نضيف خميرة الحلوة بيش يجيني خفيف وطالع اللي تحب ما تضيفش ما تضيفش مش شرطة كالي يحب يضيف خميرة الحلوة كالي يحب ما يضيفش بعدما خلطت الطاجين نتاعي جيدا جبت مول دائري أو سينية دائرية ومول مستطيل لأن الكمية نتاع الطاجين عندي كبيرة أو كثيرة اذهنت الصينية بالزبدة جيدا بايش ما يلسق ليش الطاجين ورايحة نقسم الكمية على اثنين ستقوني هذا الطاجين بنين جدا جدا وأكيد لما تجربوه رايحين تحبوه ويحبوه ولادكم أيضا إن شاء الله لأن الأطفال يحبوا الأكلات اللي فيها الجبن والبيض والدجاج هذه الكيفية غنية بكل عناصر الفيتامينات في فوائد صحية للأطفال وحتى الكبار بعدما فرغت الطاجين في المول سويته جيدا بايش يعطيني شكل أو وجه جيد وريحة نحطه إن شاء الله في الفرن لمدة من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين دقيقة وهاهو بعد خمسة وثلاثين دقيقة هذا الطاجين المتاعي واجد أحمر خفيف ريحته تشهي ضربة في المطبخ ريحتكم كيفية بمكونات بسيطة وسهلة تجربوه وينشحلكم وتحبوه أو يعجبكم تقدري تكتفي بهذا الطاجين فقط مضيفي لواله إلا صالطة صالطة خضرة أو صالطة روز ديريه غدا واللعشة يجي هائل اشتركوا في القناة